خلونا نبدأ فقراتنا بالحقيقة خبر خاص ومهم يتعلق بحجاج بيت الله الحرام كل سنة وحضراتكم طيبين وزارة الصحة أعلنت الاشتراطات اللازمة لاستخراج الشهادة الصحية للمسافرين لحج بيت الله الحرام وقالت إنه من ضمن هذه الإجراءات المطلوبة لأداء فريدة الحج الشهادة الصحية الشهادة الصحية بتثبت خلو ضيوف الرحمن من الأمراض المعدية وحصولهم أيضا على التطايمات اللازمة ضد الالتهاب السحائي وشهادة الأطفال والإنفلوانزة وكمان سلبية مسحة كورونا الشهادة بيتم استخراجها من مستشفيات وزارة الصحة عن طريق إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر وثلاث صور شخصية بخلفية بيضة بيبقى في مكاتب خاصة بتطايمات الحجاج في مستشفيات وزارة الصحة والمعتمرين وهي موجودة بالقربة أيضا من بعض المستشفيات والوحدات الصحية في القرى والأماكن اللي بيقيم بها الحج كمان مراكز تطايم الحجاج والمعتمرين بمكاتب صحة المسافرين بالمحافظات في مكاتب خاصة أيضا هذه المكاتب ستبدأ العمل من الثامنة صباحا كل يوم وحتى الخامسة عصرا يوميا عدا يوم الجمعة إن شاء الله يكون موسم حج طيب وحجاجنا يعني يروحوا ويعودوا إلى مصر سالمين غانمين بإذن الله